اشتركوا في القناة اهلا بك يا مارينا اهلا بك يا فرحة ايه موضوع بقى رجال حول الرسول اه نشوف الرجال اللي حوالين الرسول ممكن المسلمين يفكروا الرجال اللي حقولها الرسول رجال اه فهنشوف بصراحة يعني لو روحنا مارينا يعني ينفع واحد يبقى هو قائد منطقة معينة او كده والراجل واحد راجل من عنده يكون بيشتغل في الاعمال المنافية على طوق يبقى هما الاتنين زي بعض يعني انا واحد يبقى صاحبه راجل بيشتغل في الحاجات دي وهو يعني يعني يبقى في مقدار هذا الرجل اللي هو الكبير الكبير وقم انه يقول كده غلط وكده صح ويطرد الراجل ده من من المنصب بتاعه اكيد طيب في صورة النور الاية تلاتة والتلاتين انا الاية كتيرة كبيرة اوي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره هن فان الله بعد اكره هن غفور الرحيم ماشي الاول هنا بيقول لا تكره فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا طب اردوش اشغالهم عادي ماهي بقى النقطة دي هل الكلام ده للمسلمين يعني يا فرحة ايوة ما انا لسه جيئة اللي كنت بقى دائما مستعجلنا مستعجلاك مستغربة اولا نمسك كلمة البغاء دي اللي هي ايه الاعمال المناقبة حد بيشتغل في سوريا يعني في الضعرة اها وبيشغل الستات ونعرف مين الشخص ده ومين الناس اللي كانوا بيشتغلوا في الضعرة بيقول كده في تفسير القرطبي عن جابر ابن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما ان هذه الاية نزلت فيه عبد الله ابن ابي ابن سلول عبد الله ابن سلول وكانت له جريتان احدهما تسمى مع معاذة والاخرى مسيكة وكان بيكرههما على الزنا ياريتو الزنا بس الزنا المتكرر مش الزنا مرة واحدة الزنا المتكرر واضربهم عليه ابتغاء الاجر بغاءه ضعارة بفلوس وكسب الولد يعني ايه يلا وحبالي عشان تجيب لنا الولد يعني فيها عشان ياخد الاياة اللي باوها جريمة واخلاقية في مكتملة الاركان في وقت النبي هو الرئيس في المنطقة هو الرئيس فشكت راحوا اشتكوا للنبي اتنين يبقى اللي اتنين دولا كانوا ايه مسلمات فنزلت الايا فيه وفي من فعل فعلوا من المنافقين يبقى الايا دي نزلت في ابن سلول علشان كان مشغل بيوت ضعارة ومشغل المسلمين المسلمات في الضعارة عبدالله ابن ابن سلول ده مسلم صح بس هما بيقولوا منافق المهم ان هو مسلم هو بيقول الشاهاتين هو بيقول الشاهاتين وبعدين الرسول كان بيقول عليه الصحابي وبعدين الرسول كان بيقبل منه الفلوس اللي هو اللي لازم بيدفع زكاة بياخد منه فلوس الزكاة دي هي اللي جاء من البيت الضعارة ده ماشاء الله خيالي والاتنين من المسلمات دولة كده طيب هل حللهم المشكلة لما راحوا اشتاكل للرسول لا قال لا تكره ما تكرهوش الفتاة بتاعتكم على البغاية بس اذا اكرهتمهم ان الله غفور ورحيم يا جماعة ان اردنا تحصنا بس هما لو مش عايزين يعني لو اجبا مش شغلانة لو الشغلانة الشغلانة ماشي عادي يعني حتى نجيب عيال كتير طيب ايه لعقب اللي عمله الرسول لعبدالله بن قباية بن قبيس ده ايه هو ايه لعقب مفيش حاجة مفيش يعني ده في الاية مفيش حاجة لا ما عقبهمش بليز ما عقبهوش بليز هل المكره اصلا عليه يعني يتغفر له او ما يتغفر لهش ده مكره ده مكره لكن انا بتكلم دلوقتي على عبد الله يبقى الله غفور رحيم على مين لمين مش للفتاة لان المكره مش مش عليه زنب صح انا 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 عايزة رأيي انا لو رأيي انا ان الله غفور رحيم يا بيت ان الله غفور رحيم خلاص بيكريك يا بيت فخلاص انا اعمل لك الرسول ما قدمش اي حل لا حل لا حل عقوبة للراجل ولا قال للبنات لا فتح لهم السكة انت ما دمت انت بلاش لو سمحت كده بس انتو انتو معلكمش زنب حبيبي تمام فبيقول ايه ان الله فنزلت هزي الاية في من فعلة فعلة المنافقين غير كده يا مرينا الراجل ده هوت عمل حاجة مع رسول المهاجرين والانصار كانوا ماشيين مع النبي فجي واحد انضرب من المهاجرين ضرب واحد من الانصار بالشلوت كده فتدايقوا المهاجرين الانصار اتدايقوا واحد وما حدش عمل كده اللي ابتدوا يتخنقوا زي اهل وزمالك كده فالرسول قال ايه فيه انتو عتعملوا حركات الجاهلية والكلام الكلام ده صحيح مسلم فالراجل ده قال ايه على الرسول الدايق اللي هو ابن سلول عبد الله ابن ابن سلول قال ايه قال ايه ده هو بينصر المهاجرين فيما معناه يعني بينصر المهاجرين على الانصار طب اللي يخرجن لما نوسر بس والله لأن لأن يخرجن الاعز منها الازل اللي هو مين الرسول بكلمة الرسول ده انا هطلعه منها انا هطلع عينه هخرج الرسول اعز منها الازل قال عمر بقى اللي اتحمق على الرسول اوي ده هني اضرب عنق هذا المنافق مين المنافق يا فندم انت سايبه يعمل البيوت الضعارة حضرتك وبتاخد منه الابيج كل حال الضعارة ولا المنافق عشان هو ارغمهم على الاسلام فلازم يبقوا كده مارين فالمشكلة بقى ان محمد قال لا دعو دعو عشان محدش يقول ان محمد يقتل اصحابه اذا محمد بيقول علي اصحابه بالزبط يبقى هو كان ايه بيشغل من اصحاب النبي ايه واحد بيشغل بيوت ضعارة والنبي بياخد فلوس وبيتقال عليه يعني العزل الازل الازل على محمد وبرضو عادي خالص فده انا عايزة اقول لك حاجة كبير ان الرجل ده فرحة اتهم عائشة بالزنا وما حدش عمل له حاجة يعني هو الاشاع ان عائشة في حادثة الافك ان هي زانية قذف عائشة بالزنا وما تجلتش جلد الناس التانية بقين يعني الغلابة جلدهم وده كل ده عشان بيت والمسلمين يقوموا قايلين ايه عشان يرقعوا في الموضوع ده يقول لك ما ده بقى حيتحسب بيقوم جهنم نعم طب هسألك سؤال من سبب الرسول حكمه ايه دكتر طب هو كان بيقول سم من كلبك فيأكل كان بيقول على مين على الرسول ولا كان بيعمل له حاجة خالص كل ده من اجل ايه لانه كان رئيس قبيلة وكان بيتفعله فلوس الزبط كده خلينا نشوف كمان فرحة من الرجال اللي حوالين الرسول يقول لنا في سهل بخاري كتاب المناقب كتاب مناقب الانصار باب اخاء النبي بين المهاجرين والانصار يقول ايه يعني دي كيف اخل الرسول بين المهاجرين والانصار اخام بطريقة هم فزيعة ان هو الراجل ايه الانصاري طلع مراتته قدام الصحابي ويقول لها لفه احلى واحدة فيهم دي فلانا ايه اللي تأجيبك لفه اعجبهما اليك انا ايه اديها لك مراته وايه على زمته سلمين انصار بولا صحابة صحابة مهاجرين وصحابة ايوة ام فهل انت كمسلم متخيل ان يعني لو طفل يشوف امه بتطلع عشان ابوي عارضها يطلع لرجل تاني اللي صاحبه يقول له اطلق هلك ايه وانت اخدها بالزبط ما شاء الله ما شاء الله عليهم يعني هل دي الاخلاق اه ويجوا يمسكوا شعرها باين اه لا اه شعرها باين دي احنا عندنا الحجاب لا يا فندم يقولك كده قال لما قدم المدينة اخ رسول الله ده هو ده الطريقة اللي بياخي بيها المسلمين مع بعض بين عبدالله عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع قال لعبدالرحمن اني اكثر الانصارة مالا فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر اعجب هما اليك فسميها لي اطلقها سميها لي يعني اللي اللبس احمر اللي بيش عارف ايه كده ما هتوريره عيوريها عيوري ازاي فقال القضة عدتها فتزوج قال له بارك الله لك في اهلك وبالك انا رايح السوق اخد اخد حاجة سريعة وانا حاعدة استنى عدت تحس ان هو راح يشتري يعني راح السوق اخد بهيما اا خد ما ازا ولا حاجة ااخد كده راح السوق يعني شوف النساء بالنسبة لهم زي البهايم خد واحدة من عندي خد ما هذا من عندي لا لا انا هروح اخد من السوق لا خد سيحدة من عندي لا هروح اخد من السوق يبقى كده مرينا كانوا اصحاب النبي بيعرضوا زوجاتهم على بعض عادي عادي ياريتهم بيعرضوا كده كمان في الديرة لأ انظر اعجب هما فبرضو في حاجة جامدة اوية مارينة الرسول ما عليش يا فرحة قطعك قبل ما تقولي كده الحواني مرة قالك اخلاق العرب ما كاريتش كده الحمد لله لكن الرسول لما جي خلي اخلاقهم كده كنا هنعمل الحلقة دي ازاي لكن العرب بيقولك مراته يعني طبعا شهامة لكن دي اخلاق مين اخلاق الرسول ومين والصحابة رجال حول الرسول رجال بيعرضوا نساقهم بالزبط كده تعالي نشوف كان الرسول في بعض اصفاره يعني هو مسافر كده معها غلام اسود يقال له أنجاشة أنجاشة ده اسمه واحدة أصلا يعني فيه هه كده لا لا هو اسمه أنجاشة مش مشكلة كان بيغني قدام في المشاوير كده والقبل ماشية وكده فقال له رسول الله يا أنجاشة رواي رواي دك سوقا بالقوارير يعني ايه انت كده صوتك حلو بيهز الجمال فالقوارير اللي هو الستات اللي فوق يعني بيتهزوا يعني مش ملاحقين هذا الأنجاشة ده الكلام ده فيه صحيح مسلم ايه بقى موضوعه؟ ده رجل حول الرسول صحابي بالزبط ده صحابي كان حنشوف دلوقتي الرسول قال حاجة مهمة لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنسين من الرجال والمترجلات من النساء ها؟ وقال اخرجوهم من بيتكم فأخرج النبي أنجاش يعني كان في بيت الرسول يبقى قاعد في بيت الرسول المخنس ده كان قاعد في بيت الرسول عمر طلع واحد من عنده وبقيت الصحابة كله واحدة ما شاء الله سؤال طب ما انا يعني مسلم يقولك ما هو خرجه من بيته اه طيب ما انا هقولك انا هقولك خرجهم من بيته ليه هو مش عارف ان هو مخنس الرسول في زهنه ان مخنس ملهوش في الرجالة ملهوش في الستات ملهوش في الستات هو ليه ايه؟ في الرجالة بس بس الرسول اكتشف ان هم المخنس ده ليه في الناحيتين اها ازاي؟ ده بس الحديث بتاع رسول ان الرسول خرجه ده انا حب بس اقول منين في مجمع الزوائد المحدث الهيسامي وخلاص حكم المحدث طبعا كل المراجع هتكون على اه طبعا يعني انا احب اقولهم فين الكلام ده وحيتحط على الشاشة كل حاجة فالرسول بقى اللي خرجه ده خرجه ليه بقى؟ هو فاهم ان هو ايه؟ بتاع رجالة بس مش بتاع ستات هقولك الدليل انه لما عرف ان هو بتاع ستات كمان على طول ام خرجه ان مخنسا كان في البيت يعني ورسول الله في البيت فقال الاخي ام سلمة ام سلمة لاي امراته يا عبد الله ابن ابي امية انفتح الله عليكم الرجل ده المخنس ده اللي موجود عند ام سلمة انفتح الله عليكم الطائف غدا فاني ادلك على بنت غيلان اقولك على واحدة بنت غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثماني يعني فصر في جسمها كويس وعرف هي بتمشي ازاي وايه المناطق المفاتن بتاعتها يبقى ده لي ايه؟ في الستات قال فسمعه رسول الله فقال لا يدخل هؤلاء عليكم طب يعني هو انت رسول الله لو لا سمعته قال كده كنت عادي سايبه مع مراتك كان سايبه مع البيت لان هو كان موجود المخنس واخه مسلمة ومسلمة وكلهم قاعدين والرسول قاعد وسط المخنسين عادي وقال انفتح لكم الطائف غدا ادلك على بنت غيلان طب امتى الطائف الطائف دي قبل للرسول ما يموت بسنتين يعني كل المخنسين دول في بيت الرسول عادي ولم يكتشفوا انه بيبص على سوري يعني ستاته على ستاته لولا تكلم فين الوحي انت ازاي رسوله مش عارف ان ده يعني بيبص هنا وبيستغل على وين جيه يعني مقارطس الرسول لا مقارطس الرسول بيبص على ستاته يا مارينا يا مارينا الكلام ده هو لو المسلم مش ميصدقنا يروح لصحيح مسلم وحي الام سلامة هي اللي قالت الكلام ده وبعدين يا فرحة اللي هو خرقهم امتى خرقهم قبل ما يموت بسنتين ففتح الطائف الكلام ده القرآن على فكرة غير يقولي القربة من الرجال ان بيقول للنساء انت تكشفي زنتك لفلانه ابوكي وغير يقولي القربة طب هيعرفوا ازاي ان هم غير يقولي القربة من الرجال اذا كان الرسول نفسه من كانش عارف لما يروحوا للتفسير يعني ايه غير يقولي القربة من الرجال هيلاقوا الاحاديث بتاعت المخنص اللي كان بيدخل ويخرج وغير الجاشة وكل ده يعني ما تلغيتش من القرآن لا خلينا نشوف كمان يعني لما نقول حد اسم يعني أوباش نعرف يعني ايه أوباش معنى أوباش هي سفرة الناس سفرة الناس بيسموهم أوباش ففي واحد وطبعا الحديث في البخاري وما راجع هتكون على الشاشة في واحد بيقوله للرسول يعني بما معناه هل سمعت بأحد من العرب احتاج أهله قبلك وانتكن الأخرى فاني والله لقرأ وجوها واني لقرأ أوباشا من الناس خليقا أن يفروا يدعوك يعني انا شايف حوالك رسول الله الناس شايف مين اللي حوالين الرسول الأوباش قال له ده انت شفت قبل كده حد ضد أهله وكده انا مش شايف غير الأوباش اللي حوالك فرح أبو بكر شتم وشتيمة ايه شتيمة قذرة جدا طب انا مش هقرأ الشتيمة وكله حيبق على الشاشة كله على الشاشة اشان شتيمة قذرة بالعورة وكده فقال له يعني كذا كذا وإيه دب ما هدي دليل انت لما بتشتم الشتيمة دي مش دي دليل انه هو من الأوباش فالرجالة اللي كانت حاولين الرسول في منهم المخنسين الأوباش اللي بيشتغلوا في الدعارة بيصرفوا على الرسول اللي بيشتبوا في الرسول بس أهم حاجة بياخد منهم فلوسه ويسموهم صحابة ومنافقين وهم دول الرجال حول الرسول فعشان كده مارينا وعزر ونحط كل الرجالة دي تحت ايه المجهر وشوف الصحابة اللي انت بتترد عليهم هم دولة اللي رجال حول الرسول وحطوهم كده تحت المجهر ونشوفكم في الحلقة القادمة شكرا